سنرى اليوم الإيرسواب إيش بتطلع عندي في عينات الإيرسواب أول حاجة الإيرسواب ستنزرع على بلد و مكونكي و تشوكليت وبطريقة تخطيط الرباعي كل العينات الصلبة سنزرعها بطريقة التخطيط الرباعي وحنشوف الآن بعض النتائج اللي كانت تطلع معنا في الإيرسواب هذه صورة تيبيكل للسيدومونس اللون الأخضر تبعها على المكونكي واللون اللي على سواد على البلد هنا مش هنميز حاجة على الشوكليت هيها مميزة تمام على المكونكي فهادي شكل للسيدومونس شكل تاني للسيدومونس غريب شوي الشكل مدي مش لون أزرق ولا لون أخضر ولا لون أي حاجة بعرفش انتو يعني لو بتشوفوا اللون هادا ايش بتسموه هادا شكل من أشكال السيدومونس اكسيديز بوزتيف هي شكلها على البلد طيب ايش الابيض هذا اللي حواليه هذا ستاف مالهش قيمة هنركز بس على السيدومونس هاي هنا كمان على الشوكليت وهذا اللي طالع حواليها مالش هناخده بعين الاعتبار ولا الابيض هذا اللي موجود احنا هنركز على هذا هذا وين موجود زي ما اتفقنا على المكونكي هنا هناخد منه اوكسيديز بوزيتف هيطلع بعد كده هنعمل له سنستيفيتي تيست طيب هاي شكل تاني لقيري سواب طالع فيها ميكس اورجانيزم اللون اللي على وجه هذا فوق هذا كلب سلة واضح لكن هذا محتاج اوكسيديز تيست طالع في الاكسيديز تيست بوزيتف فهو سيدومونس فصار عندي ميكس اورجانيزم في الايرسواب كلب سلة زائد سيدومونس التنين هدو هنعملهم سنستيفيتي وتطلع النتيجة للدكتور شكل واضح وطيب كلا ايرسواب طالع عليها سيدومونس حتى شوفوا الرسمة حلوة كيف تخطيط على الطبق الابيض هذا اللي موجود هنا مش هناخده بعين الاعتبار احنا هنركز على السيدومونس فقط بدك تعمل اكسيديز تتوكل على الاعمل راح تطلع معك بوزيتف واعمل سنستيفيتي راح تديك لون اخضر تاني يوم على الطبق هذا شكل تبيكال السيدومونس موجود على المكونكي وهي شكلها على الشوكلت وهنا شكلها على الملط طيب هادي شوية هالحالة غريبة كانت ايرسواب اول ما تشوفها بتقول سيدومونس على طول طيب لكن عاملة زي السوارمينج ايش السوارمينج هذا اللي فوق هنا على الميديا عليها علامة استفهام تعال ان نعمل اكسيديز اعملنا اكسيديز طلعت مش واضحة كأنها نيجاتيف اخدنا منها وعملنا سنستيفيتي مدتش لون اخضر حاجة غريبة عملنا سب كالتشر على المكونكي مداش لون اخضر الاغرب من هيك ان عملنا من اللي على المكونكي هدا اكسيديز طلعت بوزيتف يعني احنا بالاول للوهلة الاولى سيدومونس بعدين اتراجعنا قلنا لا في اشي غباش كده زي السوارمينج بتاع البروتيس طب هو في بروتيس لونه اخضر وفي نفس وقت فيه سيدومونس مدى سوارمينج لا طيب سب كالتشر والمولر هنتون مداش الاخضر يعني مش سيدومونس معقولة تكون الان الاكسيديز من السب كالتشر هو اللي ادى بوزيتف طيب صورة تانية لسيدومونس برضو على المكونكي مش مدي شكل التبكال للسيدومونس على التشوكلة والبلاد بيعطي تاكع شكل يعني ميال بتسعين في المية ان يكون سيدومونس الاكسيديز على طول بيحسن بينهم وبيقول لي انه هادي سيدومونس بس محتاج السينسيديفتي وخلص طيب هادي الصورة يمكن تكون مرت علينا لما كنا نشرحها لكل النيمرفولوجي ايري سواب فيها نوعين نوع مدي جولدين يلو واضح انه ستاف اوريس ونوع تاني مش مدي جولدين يلو شفاف طلع في الضو هتشوفه عامل بيتا هيموليسز زيه زيه زي الستاف اوريس طب هاده ايش بدي يطلع مازاله عامل بيتا هيموليسز تحتيه بنا نعمله ويت ماونت نتأكد انه مش كانديدا في الويت ماونت ظهر انه بكتيريا مش كانديدا وظهر سلاسل معناها هذا ستريبتو تعالي نعمل كتاليز الكتاليز قالت كتاليز نيكاتيف اه اذا الان اصبحت ستريبتو كوكاي وبيتا هيموليتيك ستريبتو كوكاي وبيتا هيموليتيك بدلت اننا نعرفها هي بايو جينيز ولا اجلاكتيا ولا ايش بالزبط اعملنا سنستيفيتي وعملنا حطينا معاها بسترسين ديسك اعطاني سنستيف اذا هاده ستريبتو كوكاي بايو جينيز اضافة للستاف اوريس اللي طالع على الطبق فالنوعين هتعتمد نهنا نعتمد النوعين ونسجل سنستيفيتي للنوعين طيب صورة تانية لبروتيس واضح على الأطباق كل المطلوب ان اكتب بروتيس وسجلها وعملها سنستيفيتي وبس احنا بدنا ناخد منها يعني ملاحظة انه هذا الشكلها على المكونكي وهي بروتيس واضح وسوارمينج واضح على البلد والتشوكليت هاده عينة ايري سواب وطالع فيها جروث على التشوكليت فقط مش طالع على البلد والمكونكي ناعم وشفاف اوكسيديز نيجاتيف الاب اي اي ان اتش قالت لي انه هيموفلس انفلونزا خلص نعتمدها والسنستيفيتي تبعتها راح تكون على تشوكليت هتنحط في سي او تو وزا ما عندي سي او تو بحطها في علبة فيها شمعة عشان اوفر لها سي او تو وإلا مش هترضى تطلع معايا هذا شكل الاب اي ان اتش تبعتها هاي الاب اي ان اتش وهي شكل النتيجة النهائية طيب ايري سواب مش طالع حاجة على المكونكي لكن طالع حاجة بيضة على البلد والشوكليت الحاجة البيضة هادي عبارة عن مولد عبارة عن فطر عفن من الايري سواب طبعا تبلغ الدكتور انه اخد بالك الايري سواب هادي فيها النتيجة هادي فعشان ياخد العين الاعتبار انه اللي عند المريض مش بكتيريا هي فطر ويعطي له علاج انتفانجل هادي الصور للمولد اللي طالع على الطبق طيب ايري سواب ثانية جروث كتير وابيض الخيارات المتاحة امامي انه يكون كانديدا او يكون ستاف اوريس او يكون كواجوليز نيكاتيف ستاف او يكون الحاجة كده انتيرو كوكاي تعالا نشوف مع بعض كل اللي هنعمله الان الويت ماونت بيّنت انها بكتيريا مش كانديدا هنا فينا الكانديدا هنعمل كتاليز الكتاليز اعطاني positive نفينا الستريبتو ومسيكنا في الستاف هذا اللي طالع استاف امامه خيرين يا اوريس اذا اوريس راحنا تمدو اذا مش اوريس هيكون هذا normal flora من الاسكن الكواجوليز تبعها بيّن انه كواجوليز نيكاتيف اذا هادي كواجوليز نيكاتيف ستاف كل الهيفي جروث هذا دليل على انه اللي مااخد العينة كان مش ماخدها بشكل صحيح مااخد كل الاسكن معاها وبالتالي ظهرت معانا هيفي جروث لكواجوليز نيكاتيف ستاف طيب قبل ما نقلب الصورة هتقول استنى 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 تعال فيه هنا جروث مش نفس الكلام اللي موجود فوق فيه هنا جروث غريب الجروث هاي هذا اللي على البلد واضح انه استاف لكن هنا فيه جروث على التشوكلت غريب نوع تاني طب ايش هذا النوع التاني ممكن يكون سيدومونس دعنا نعمل اكسيديز والله اذا طلع الاكسيديز بوزيتيف منشك في الامر طب ليش مش طالع المكونكي دعنا نعمل له جرام ستين ونشوف اش بطلع جرام ستين طلع جرام بوزيتيف بس اللي برضو ملوش قيمة مش هنعتمده كل النتيجة اللي تقول شفناها هادي عبارة عن نيكاتيف كالتشر النتيجة نيكاتيف مش عند المريض حاجة سيجنيفيكانت ما طلعتش عنده حاجة سيجنيفيكانت كل هذا نيكاتيف هادي الصورة عن قرب لنفس البكتيريا طيب هادي حالة شوية يعني فيها من البريئة التي كان الايرور كتير الحالة هادي اوتايتس ميديا وطالع جروث ميكس كده مش واضح العينة شكينا في امرها انها مسحوبة غلط سألنا المناوبة لزراعها قلنا له انت لما زراعتها زراعة سواب والله ايش زراعت؟ قال انا زراعة سواب بس كان محطوط في مادة سائلة زي كأنه محطوط في حاجة كده فشكينا انه يكون متاخد حاجة سائلة من الجسم سألنا القسم طلعت العينة يعني صاحبها معروف من هو فقالنا يعني اللي بيعرف صاحبها قال احنا اخدنا هذه العينة عند الدكتور من الاذن من الداخل لكن العينة هذه حطناها في صلاين وحطناها في التلاجة وبالتالي هو جاب لي اياها محطوطة في التلاجة وفعليها صلاين والصلاين المحطوط يعني مش بالضرورة يكون معقم فطلعت معايا ميكس أورغانيزم طلبنا عينة جديدة طلعت growth بالشكل هذا pure لكنه غريب شكينا انه يكون نوع من انواع الهيموفلس او نوع من انواع النيسيريا مش واضح الشوة عملنا له ما جراش شكينا انه يكون في خلال في الابي اي ان اتش نعمل جرام ستين بالشكل هذا وفي النهاية وصلنا لقناع انه هي حاجة لها معنى لكن ما عرفناش اشي بالضبط كتبنا له اياها وعملنا sensitivity على على بلود كده احنا نكون مرينا على معظم الحالات اللي بتمر علينا في الإيرس واب والى اللقاء اشتركوا في القناة